انا انا يا باشا مواطن صالح واجل دخري معرفش امشي كده بعد بدايما نمشي كده يا باشا بصوا انت ادائك صراحة مش محتاج لتحليل انت عبارة عن جوينت تواف قدامي يعني باسم الله ما شاء الله قضية مكتملة الاركان كل اللي مطلوب منك انك تملالي العسل ده قاضر يا باشا معندس اتفضل اللي بعده ايه ده ريما استجابر حتال نبت أبدأ حلال مصافي او والله يا سلام يا ما عازم الصدف انت ليس كنت علي بالي ولسه كنت جايت في ستاك مع جبالات والله ده انت بنوارني يا استجابر لخطواة عزيزة تفضل تفضل استرائيا تستبيديك تستبيديك ايه ما هتقول نمواخلي على خطرك من الليلة اياها انت عايف الواحد كتا عصابه بايزة قد انا غالي اه طبعا اتضالة غالي انت حتقولي وانا عارف بقولك يا حمد تزود واحد شاي هنا للو استجابه مالش لزوم يا رجل لا لا مالوش لزوم ازاي انا ربيض واجبك ولازم تاخده مش انما قولي يا رجل يا ابني ايه اللي باشتا كله هم بيدوروا على حد لا مش حد معين يا استجابه اصلي بعيد عنك فيه سوائين ما بيطلعوش على الطريق ولا يمسكوا الديركسيون الا وهم ضربين ومبلبعين وخاربين الدنيا عالاخر اوزو الله اهم دول بقى اللي مبوازين سمعتنا اه ربنا يبعدنا عنهم وعن سكتهم امين يا رب يدومش مناسب انا استغز ان انا بقى عشل السك قدامي طوينا على فين يا استجابه ام انا مش عايز اعطلك عشان تشوف شغلي طب وانا لسه شفت شغلي زي ما انت اخدت وجبك انا كمان لازم ااخد وجبي هم انت عاوز ايه يا رجل؟ عايزك تملالي دي يا استجابه املاحي لك ايه يا رجل؟ ايه؟ انت رجل جدا دفن في الاصول انت كوز بنتي مي صعش اللي انت بتعمله ده؟ وانا عملت معاك حاجة يا استجابه انا بشوف شغلي وبعدين ده تحليل في السريع يعني مش هياخد وقت ما تخافش مش هنعطرك بس انت اللي بتعمله ده يا رجل انت مش مقدره صح يا لا لا يا استجابه اللي انا بعمله ده انا مقدره صح قوي ويا رجل تنجز بقى عشان الزابط عمليه السريع في حاجة يا رجل؟ لا باشا مفيش حاجة الاستجابه اصلي معرفة قديمة يعني بس حيروح يملى العينة ويجي بسرعة اه ايه وباشا السيا كانت محصلاجة محايا شوية لك كان ربنا سهلة واعملة طيبينكس وكل المسيبنا الا ما كتب الله هولا نورتني يا استجابر امنية احنا لو سنناه اكتر من كده هتقلب مجاعة ما خلاص بقى يا امنية التورته هتسيح ايه ده ايه ده؟ بصوا كده؟ كل سامن طيب يا امنية وانتو طيب يا شايد مرسي قوي ايه المفاجأة دي؟ تفضل لا كده كتير قوي يعني كفاء الورد ايه هتكسفيني ولا ايه؟ يلا افتحيها شو فيها ايه؟ واو يجنن يهبل يا امنية طحفة مرسي قويوش هدي بص ده كتير قوي جات مش كتير عليك يا امنية دي هلا حاجة ممكن يجيب بحالة انا اول ما شفت في المحلقة الخاتم ده محدش هيلبي صغيره منها يلا بقى ممكن تفتح لقلبة وتأسيها عشان تجيب فهمي معلش ثانية واحدة راجعيلك فهمي معلش عذرها اصليه لما بتشوف فهمي بتنسى الدنيا واللي فيها مين فهم ده بقى؟ فهم الشنديدي زميرنا الشنديدي؟ ايوه الدفعة كلها عارفة ان هم مرتبطين من سنة تانية مرتبطين؟ اقول فدل بالراحة بالراحة استجابر ستدنوها عليا و العملية مش نقصة ها ايه اللي أخبار يا ردا؟ إجابية يا باشا حشيش وترامدول وقوائق أفيون كذاب يا باشا والله العظيم كذاب يا باشا أنا مش فتاح لحاجاتي يا باشا خدوا من هنا يا ابني تمام يا فندم لا 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 تعمل معايا يلا يا ردا يلا يا ردا ماشي يا ردا والله يا أصدقابر لو أمي هي اللي ضربت رامدول ما حبيع ضميري أبدا انت بتعمل ايه يا عاطف؟ لا بقى لا 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 ده كده كتير يا ماما ماما انت شوفي لك حل في الموضوع ده عشان أنا زهقت فيه ايه تاني هو أنا كل يوم مش هيبقى وراي غير أفلامك انت وعاطف أنا ما عملتش حاجة يا ماما ما عملتش حاجة ايه واقفلي في المطبخ عامللي فيها الشفة الشربيني زودة مالح وحط سكر حاكم الراجل لما بيدخل المطبخ بيبقى يوم سودة عالستة روح يشوفي يا حبيبتي بتعملي ايه هات الكابشة خلجي وانت يا حبيبي ايه ده كده وقعد نحق الرز اعمل حاجة مفيدة حاجة ماما افتح الباب الأول والنبي يا حاطف السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا زوائي ازاك يا عاطف ازاك يا ماما ازاك يا حبيبتي حمد الله عالسلام الله يسلمك يا حبيبتي مين الأمور اللي معاكي دي دي بنت عندي في المدرسة مامتها بس اضطرت تسافر البرد وملهاش حد يقعد بيها فانا بس أزينك يعني تقعد معنا اليوم اندول لحد ما مامتها تركع بالسلام ومالو يا حبيبتي دي تنورنا اسمك ايه يا روحي امال امال ايه الاسم الحلو ده عمل ما نفرح بخلفتك يا صبري بحياتك يا ماما والنبي عاطف تاخد الشنطة دي تدقالها جوه يا حبيبي حاضر انا عايزة ترد عالك طيب بس من غير ما تعلي الصوت ماشي يلا يا عمالي عندها صغبة في القلب ولازم تعمل عملية ضروري وماما يعني محلتها شلطة سفرة البلد تحاول تتصرف في فلوس ربنا يستعر لها يا رب يا حبة قلبي ربنا يشفعلها الوحدة تستحمل أي حاجة في الدنيا إلا تعبدنا ايوه فيه ايه جمالات؟ ابوكي تقبض عليها يا صبريل ابوكي تقبض عليه تقبض عليه؟ ليه؟ يا فاهمي والله العظيم أنا فجأت بي قدامي أنا عادة مستنياك من الصبح وهموت من القلق عليه كانت أنت تأخرت فجأة لقيت ودخل عليها بهدية وارد عايزني أعمل إيه طيب؟ أصلاً تقبالي منه الهدية دي؟ مين قالك إن أنا قبلت منه الهدية؟ بس كمان ما كانش ينفع المياه في وشه قدام الناس اسمعوا من أية الوحدة بيلفه ويدور عليكي وانت فاهمت الكلام ده كويس مايلفه ويدور زي ما هو عايز المهم ما أنا موقفي إيه؟ ما قدام نفسي فهمك أنا لحد للوقتي مش شايفك واحدة موقف ممكن نسألك سؤال؟ فضالي هو أنت متضايق إن في حد جاب لي هدية فايد ميلادي ولا متضايق إن شادي تحديداً هو اللي جاب لي الهدية؟ بصراحة بقى من شادي تحديداً مجرد قربك من الناس دول بيعصابني طب ممكن يكون عندك ثقف هي أكتر من كده شوية مش قصدي ثقف أخلاقي عشان عارفة نفسي كويس قوي بس قصدي إنه مش وحد زي داي يعني اللي هيجي يضحك علي بشوية الحركات الهابلة بتاعته دي يوم ني يوم ني يوم ني أنا اللي بعمل كل ده بعمل كل عشان بحبك أنا كمان بحبك والله وأنا لو مش بحبك يعني كنت فتحت بابا مبارح في موضانة إيه؟ زي ما سمعت مبارح قلت لبابا إن أنا واحد زميلي في كلها مرتبطين وكنت نوي أحكي لك إنه أهد الصبح لما تيجي بس جسي شادي ده بقى بوز لنا الدنيا كلها لا 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 سميك من اسمه شدة خالص دلوقت واحكيلي كده واحدة واحدة قلت البابا إيه يا عمر إنتك لا يا باشا لسه بدري على المباركة دي ده يا دوبتر الشيح ومعي منفسين كتير لا إذا كان ساعتك حزز بكده يبقى خلاص مبروك علي متشكر أهو ما عليك لا لا قريب أهو إن شاء الله ماشا يا باشا مع السلامة فيه يا شبابت خير لما قلت لك إن أولاد أخوك حطلنا في دماغهم إنت ما سنتقتينيش مالهم أولاد أخوك؟ الوادي الشحات اللي اسمه فاهمي قال بيحب؟ لأ وزاب بنات الدنيا كلها وبيحب أمني يا بنت فاتر انت جبت الكلام ده منين؟ الأستاذ ميلة في الجامعة وقال إيه مقتمين مع بعض ملوم سنتين شباب أقول يا شادي مراد لا يمكن نسمح لبنته إنها ترتبط بمستوى زي ده وقول لك شفتهم بعناية ومن آخر كده مش هداب الحاجة تقولي من دلوقت الوادي ده عفاصل إنت فهم؟ إهدى إهدى بس يا شادي ممكن فاطل حيتصرف يبقى نتصرف من دلوقت ومن آخر كده مش هداب أولا يوفر دليل انتوا فهمين انتوا الاتنين؟ انت لازم تتصرف يا فاطل شادي حطه أمنيه في دماغه وانت عارف شادي لو حط حاجة في دماغه محصلش ممكن يعمل إيه؟ عارف يا شادي وانت عارف سبيل الموضوع ده وانا هتصرف سلام عليكم عليكم السلام بسم السلام ورحمة الله وبركاته مالكو فيه إيه؟ مفيش مالصابرين فيه؟ صابرين ركعت بيت أبوها يا رجل حد فيكو زعلها في حاجة؟ والله العظيم حد ده سلاها على طرفي أبيه صابرين زعلانة منك انت يا رجل انت صحيحة بس تبوها؟ يا الأخبار لحقت توصل ده نجاية مخصوص عشان أبلغها قبل ما أي حد تاني بلغها لا يا أخوي ما هي جمالات قامت بالوجب وقالت لها وقالت للحرة كلها يا عين أمك جت هنا وقعدت تصوت وطلتم على الباب ولمت علينا الجيران قال إيه؟ جوزك حبس أبوكي خليها تقول اللي تقوله وبعدين ما الحرة كلها عارفة أن اللوست جابر بيحشش وبيضرب يعني أنا مفترجش عليه صابرين افتحها يا صابرين أنت؟ وليك يا أنت جينا بعد ما سجنت الراجل يا رضا؟ صابرين فين؟ عايز إيه مني يا رضا؟ عايز أتكلم معاكي كلمتين يا صابرين عايز أعرف أنت ليه سبتي بيت جوزك؟ شوف هالاستعباط قال يعني مش عارف ليه؟ لو سمحت يا جمالات ما تدخليش بيني وبين مراتي بتسجن أبويا يا رضا؟ بتسجن أبويا؟ ده مهما عمل فيني أبويا؟ بتبلغك عنه؟ أنا مبلغتش عنه يا صابرين أبوكي جالي وهو مقبوض عليه قالوا لي حلل له حللت له طلع بيتعطى مخدرات وهو سايق وأعظن كلنا عارفين اللوست جابر كويس صح أو لا؟ لما أنت عارف أنه بيتعطى مخدرات بتحلل له ليه ما كنت تصرفت؟ عايز أنا أعمل زي ما أمرات أبوكي بتقول؟ كنت تصرفت بقى أي طريقة يا رضا؟ لو مش عشان خطر هو عشان خطر أنا ده عاطف الغريبة عمل لها خطر وماردرش يتهم جابر مع أني كان كسر له درعه وضربه وأنت جوز بنته تسجينه؟ عايز أنا خلف ضميري يا صابرين؟ طب أنا لو خلفت ضميري مع أبوكي هخلف ضميري مع الناس كلها وأولهم إنتي؟ أنا تعيبت يا رضا؟ تعيبت بجده وبقتش عارف أعمل إيه؟ أنا باتش عايبة الدنيا كلها صدف وشي سيبني بحالي سيبني بحالي يا رضا؟ أنا مش تعيق عندي وأنا تعيق أتكلم مع حد خالص؟ يا أخي بقى حلة عندها بقى وغول في ستين دقايق بعد اللي حصل لنا بالتحت رعاصر ماشا صابرين لو عايزة تفضل في بيتها بوكي خليكي بس سيطا هعرف اللي انت مش عايزاني ما ردك في مهوم منسوب إليك من توم التعاطي المخدرات؟ دا كنت ممتلة يا باشا والتحيل اللي أثبت إنك كنت متعاطي حشيش وترمدول وبوكي أفيون إيه رأي فيه دا كمان؟ يا باشا شوف التقرير دا مين اللي مد عليه؟ هتلاقيه يا رضا عبدالربو الشمديدي وانت عارف يا طلع مين دا؟ إبا مين بقى؟ دا للأسف جزبنتي دا علاقته بالموضوع دا للا بطيء ولا هو بيتقني وفيه ما بيني وما بينه مغسان على الحداد وأول ما شفتني في الكمين يا باشا قالك دي فرصة عشان انتقم منه وهو خابت التقرير المضروب عشان يقرص منه يا باشا يعني جابلك علام نجيبه؟ علام غير العمالك اللي هي التحليل بتاعك؟ الله أعلم بقى يا باشا يعني هلفلك إزاي يعني؟ نايش عرفني دا شغلة باشا هو يغرب يعني شاكلك كده مش جاي عيدل وهتلف ودره وتعرفنا لا أبدا ولا هيا سحط الباشا دا نغربان وعلى بابا الله اه 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 يوعى بصرف بعض يا مع زم التحييق وراع التكديد لقى في المعد انت صحيت يا حبيبي صباح الخير صباح الفل يا حليمة اه صحيت من شوية طب يا حبيبي قوم وغسل وشك على بل ما أعمل لك حاجة تاكل مش لما الأستاذ عاطف يخرج من الحمام دا واخد الحمام حصر يا حليمة دا أنا مساءة مصحيت من نوم وهو جوه معرفش بيعمل ايه كل دا معلش على بالمحضال لك الفطار يكون خرج ان شاء الله يا مسهل يا رب عاطف ايوا ماما حليمة ما تشاهل شوية يا حبيبي انت حبت جوه ولا ايه حاضر قد بديها بالظبط كده كتير صباح الخير يا بيه صباح الخير يا فاهمي ترجعت فتحت الشنطة تاني عمال اقرف الورق اللي فيها جايز افهم اي حاجة افهم ايه بس يا بيه اكيد كل الداتة اللي الدكتور شيف كان عايز يقولها لك موجودة في الايباد مش معقولة يعني اثار مهمة زي دي حيسابها في الشنطة عادي كده من غير ما يقفيلها حتى هو برضه مش معقولة يبقى محتفز بالاوراق والمستندات دي كلها كده من باب للطاق لازم يكون فيها حاجة وانا من ساعة ما صحيت من النوم وانا عمال اقلب فيها وليعت حاجة مهمة بص ايه حاجة مش واضحة وصريحة بس لما عادت افكر شوية واربط الحاجات ببعضها تقريبا فهمت شوية فهمت ايه فهمت ايه خد اقرا ده كده سبعا خير يا ابي ربا ياه حمد الله على السلامة يا عاطف انت فين يا راجل كل ده بتوحشني والله لا انا موجود هنا على طول انت اللي فين مختفي بقولك ايه تحب اعمللك وصل الدش جوا في الحمام عشان يعني وانت قاعد جوا يعني ما تزهقش لا مالوش لازمة بس لو عملنا ويفاي يبقى حلو قوي اصي الباقة عندي هتستحملش الباقة صبرني يا رب ايه ده ايه ده ابي ربا ام تلاجة الدم دي عندك في المستشفى ولا عمري شفتها افه امال ازايك في عقد شراء تلاجة الدم ب300 ألف جنيه للمستشفى وبعدها بشهر واحد في تقرير من مستشفى بعدم صلاحية التلاجة وطلب لتكهينها والدكتور شريف باضي بنفسه يا لحقت خد بص على ده بقى ده عقد باسم شكر الغياتي اللي الدكتور شريف عامل الملف كله باسمه او شكر الغياتي ده بقى اشترت تلاجة المكهنة دي باربع تلاف جنيه النهار بسود ده اين نصب ده شفت يا فاهمي مافيا وبتنهب في المستشفى ثانية واحدة يا ابي انت بتقول شكر الغياتي زي ما كنا عرف الاسم ده انت تسكت خالص يا عاطف انت تسكت وتقوم تشوف اي حاجة تعملها بعيد عن ننا اه اه افتكرته الراجل ده بيجي يصهر في الكبارية اللي شغالة فيه لينا الرقاصة راجل لعبي كده وما بيصيفش هو الواحدة في حالها افتكرته اوه 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 لازم يصهر ويبرطع ويصرف في فلوس الناس الغلابة اوه ادوه في مجلس الشعب كمان اوه ده بقى البلف بتاعه غريب جدا مليان شيكات وتحولات بنكية برا مصر ده غير ان فيه اوراق بقى اسماء مرضى معينين دخلوا المستشفى بتاعه اللي في السعيد وشيكات بنكية بقى اسماء هم بياخدواها وهم خارجين يعني بيعالجهم ويديهم فلوس ليه؟ مش عارف افهان يمكن بيغريهم عشان لما يعيو يرجعوا تاني لا انت تخش بقى تقعد في الحمام شوية لأن إنت لبقى لك فترة ما دخلتش وأنا خايف عليك لحسب تحس بالغربة حق عليا دي مفكر معاك وبصوت عالي متفكر وبصوت عالي كمان أبي خليك معايا تفتك الأوراق دي ممكن تدفعنا بحاجة مش عارف يا فامي مش عارف أنا خلاص دماغي هتنفجر صباح خير صباح خير ما تنقل من إيه ما عرفش طب صحيح؟ صحيح عشان تفتر معنا هي مش كبرة وبتعمل على عمزاجها؟ صحيح نفسها وتفتر بنفسها دي مش طريقة دي يا فترة صباح خير صباح الخير يا حبيبتي هامل إيه؟ الحمد لله أنا نزلها مش عارفها طب عادل افتر معنا الأول لا لا هافتر مع أصحابي باي باي بعدين معاك يا فترة في الليل تتعملي ده عجبك كده؟ انت تنزل من غير فترة؟ هو انت مش قلت لها تفتر وقالت لك لأ وبعدين يا حبيبي هي بتسمعش غير كلامك انت إقناحها بقى موضوع شادي يا ستي الحكاية مش محتاجة إقناع دي مشاعر وحاسيس والبنت حصلة للولد ده زي أخوها يعني الموضوع متاهد ايه الكلام اللي انت بتقول ده؟ ده عريس ممتاز وأي بنت في الدنيا تتمنى؟ اي بنت غير بنتك هي حصلة كده؟ والجواز ماش بالعافية You are spoiling her طول ما انت مطوحة على الهبل ده حتطير العريس من إيدها ده مش هبل يا فاتن دي حياتها وهي حرة فيها لا مش حرة بنتك لسه صغيرة ومش فاهم الدنيا ماشي إزاي بس فاهمها كويس قوي قلبها ماشي إزاي انت شاكلوك حتموتوني انتو الاتنين بعد الشر عليك يا حبيبتي ليه بس انتقولي كده؟ يا مراد يا مراد أنا منيمتش طول الليل وضغطي مرتفع انا مش فاهمة هي هتضيع فرصة زي دي من إيديها ازاي؟ وانا انا ارد على الناس اقولهم ايه؟ ده الولد مفوش غلطة هنقولهم اللي هي قالتو وانت هتفتكر شاري هيدخل عليها الكلام ده؟ انا عارفها كويس شادي عندها حاجة كبيرة وهتفهم كلام بنتك انه رفض بالشاكل وهتعتبره اهنك ومش هتزكت خلاص يا ستة سبيلي انا الموضع ده فاهمة دكتور فاهمي اه دكتور فاهمي ايه؟ انا جاي لحضرتك انترف الدكتور مراد حلمي دكتور مراد؟ بالضبط كده هو عايز يقابل حضرتك وبعدنا عشان اوصل لك يا ترى وقت حضرتك يسمح اه طبعا يا فاني من تحت عمر طب تماما اتفضل معي اتفضل العفو يا فاني مشكره مشكره اطلع يا ابني خذ يا اخوي هدي كل الاوراق اللي انت عايزنا نضيها ومعهم كمان الاقرار اللي انا كتبتوا على نفسي بس عايزيني خلص النهاردة زي ما قلتلي عشان الحق اروح للبيت ماشى ماشى يا مؤمال ان شاء الله يلا ربنا اقومك بالسلام انا بقولك يا انا هاخد سبعين الف جنان وهاخدهم قبل بخش اقت العملية ما كتير كتير يا مؤمال اتهولي كده عشان نمشي المصلحة لا يا اخوي انا مش بمشي مصلحة انا بعمل كل ده عشان خطر بنتي وانت عارف ان العملية بتاعتها هتتكلف في الم قبل اخدام يا مؤمال ما انا ايقلك مئة مرة قبل كده ان احنا هنعمل العملية هنا لا انا عاملها في معاد القلب انا انتفقت معهم على كده خلاص خلاص بشوقك يا مؤمال انا هبلغهم طلباتك وهجبلك الرد سلام تطبق مزهل زي ما تكون اخوات الحمد لله المهم اننا ننجز في الموضوع ده يا رقفة ايه دخل ايه يا فرماوي ايه الاخبار والله دكتور الاخبار مش والابد الست المتبرعة دي طلبة مية وعشين الف جنيه مية وعشين الف جنيه مية وعشين الف جنيه ليه انا ده حت الكلة اللي طيعته مش مشكلة يا رقفة لا اسمحلي اجسر به الاشكال دي انا عارفة كويس قوي روحوا لها هم تسعين الف جنيه ايه زكام عاجبها يا دكتور ما انت عارف ان اتعبنا اديه عشان نخنع المتبرعة دي وبعين ساعتك عارف الناس دي اكتر مني ناس طماعة تديهم صباحك ياكلوا دراعك يا يا جماعة يا جماعة الفلوس مش مشكلة انا مستعد ادفع اي مبلغ ولا شوفش يا كوية مرمي قدام عنايا كده اللهي يكريم اللي تشوفه جاسبين روح خليها تجهز العمليات خلينا نقرص حضر الاخبار الفضل ارتاح ده ايه والدكتور يكون عندك شكرا 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 انا انا افهمي فاضل 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 حاف كده من غير عامي دي ما قابلة تابرني بيها بعد السنين دي كلها انت بتعمل هنا ايه ها ها! ها ها ها! دي المزرعة بتاعتي ولا كنت فاكرها بتاعت الدكتور مراد ها! انت جيبني هنا ليه؟ عايز مني إيه؟ ماتستعجلش؟ مستعجل ليه يا دكتور فاهمي؟ هم مش بقدوا بيقولوا لك كده؟ الدكتور فاهمي راح الادكتور فاهمي جيب الدكتور فاهمي هيجيب الدم من ديله لحد ما العي الكبر وافتكر نفسه بقى حاجة بجده تكلم عدل يا جدا عنتا جدا عنتا؟ مش عيب برضو تكلم عمك بالطريقة دي بس هولي ايه؟ ما انت تربية حليمة احترم نفسك وياك لجي بسرطم على السنك بتهري ما يصحش كده يا دكتور مهما كانت عمك سيبوا فرحات سيبوا أصلوا صدق كلامهم وافتكر نفسه بقى حاجة ما عرفش إن الكليات دي مش معمولة لأمثال ولا انت فاكر إن انت ما تخلص السنتين بتوعك دول هتمسك الشهادة بإيدك وتدعكها زي الفانوس السحري دوم تحقق كل أحلامك عربية وشقة وفلوس وعروسة اوه مش تقولي الحكاية كده ايه؟ هو ننوس عمامته اشتكالك ولا ايه؟ ننوس عمامته ده يا ننوس عمامك يبقى طيار مش لسه عائل صغير بيميد إيده لأمه عشان ياخد منها المصروف ولكنت سيبته عليك كان فعصك بس هو عمل خاطر عشاني وانت يا عمي يا حبيبي ياللي خايف عليها عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تفكر كده ومتخليش الشيطان يلعب في دماغك وتنسى روحك وتفكر تناسب واحد يبقى رئيس مجلس إدارة المستشفى اللي أخوك المعفن بيشتغل فيها تمارجين أخويا ده أشرف منك انتفاهم؟ اه طبعا فاهم انت حتت حشرة ممكن أفعصها تحت رجلي لو عتفتكر نفسك أكتر من كده أنا أجبتك هنا عشان أعرفك حجمك وفواقك عشان ما تجزيش نفسك وتضيع أخوتك معك أفتكر كلامي واضح والرسلة وصلت اربوا الحيال ده بره ما عليش أنا لو منك أفكر كويس في الكلام ده الرجل ده ما بيهرقش يعني انت من الآخر هتكون سبب في ضع أخوتك فكر يا دكتور بسم الله ما شاء الله الضغط تمام هروح بقى باللغهم هتضرلك قط العمليات بعد إذنك مشاكلين أم مشاكلين استرها معايا يا رب شدي حينكم ما لستم أمال أنا بقى ما تقلقيش ده كلها شكدة ببوفس أمانها لك أمي فرما ما ليبالك من أمال كله مجرالي حاجة باللعنة أنا عملت كده علشانها طمين إن شاء الله واش هيحصل لأي حاجة وبعد ما تقلعيش أمل في عناه الاتناء عن إذنك وأمانها لا يأخذني علشانك يا مات لا تبكي يا عين على اللي جاوا لي لي راح وللي اللي عامل سعاد حسني الشينيو ده إيه أستاذ متلاحة زي الأمر يعني أنت سايب الموويل اللي الرجل عمال ينتع في قلبه فيها وجاي مركز في الشينيو بتاع سعاد حسني؟ الله 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 إحنا بنجير بقى هتجير من سعاد حسني ولا إيه؟ نعم وأنا غير ليه إن شاء الله ما تبصي يا حبيبي هي بتحب من الأول وبعدين متكلم قصدك أي يعني؟ إيه فريق عني حسين فهمي؟ هو بس اللي هو الشعر وأفتح مني سنة صغيرة قد كم عوض علي يا رب هو أنا معرفش أتفرق أبدا على حاجة في البيت ده ما أنا عملتش حاجة يا ماما؟ شو بقية بتتكلم إزاي؟ ها؟ بتكلم إزاي يعني؟ ببس بقى يا بيت إنتي وهو عايزين نسمع إيه ده؟ ماله ده؟ ربنا يسطر مالك يا حبيبي فيه آه؟ ماليش يا ماما مالا؟ أمال دخلت كده من غير لا سلام ولا كلام ليه؟ يا ماما بعد إزم حضرتك قلتلك مفيش حاجة سيمين وحدي طيب يا حبيبي استهدى بالله بس هو فيه آه؟ هو فيه حاجة حصلت في الكلية؟ أنا ما روحتش الكلية أصلا ومش هروحها تاني إيه اللي إنت بتقوله ده؟ يعني إيه مش هتروح الكلية؟ يعني خلاص كفية لحد كده؟ بالطب ما لازفت؟ قالك على حاجة؟ قاعدة كده بحاجة يا ماما قاعدة كده بحاجة يا ماما إيه انت تتعملوا ده؟ انت تتجننتي ولا إيه؟ ما تتجننتي لما سدعتكم لما حسيت ليوم إن أنا موجة أبقى دكتور محترم وعيز لي ناس بحاجة يمكن ساعته أعرف إيش وأتجوز طب وريدك أخوك يا فامي انت بقى له عشر سنين مموت نفسه عشان اللحظة اللي يشوفها بفيها دكتور ما أجل جوازه ومعطل حياته لحد الحلم ده ما يتعقد هتقوله يا فامي نضم النهاردة ما مروش ده عميله هو السبب في كل اللي رفيدة هو يروح يشب حياته وينساره ينساكو؟ بعد مضيع نص عمره عليكو تقوله ينساكو؟ والله دي غلطاته مش غلطاته أنا غلطاته؟ آه خلاص يبقى يجي بقى يشوف غلطاته يا ماما في إيه؟ أخوك يباين عليه الجنن إيه الجنن؟ يا لحوي ما تخش يا عطف تهذيب كلمتين هذيئ انت جمال ما انت سمعها عصب إزاي؟ ثم أنا بدرعها واحد مش هقدر عليه ألو إلحقني يا ريتا إلحقني يا ابني فهم أخوك باين عليه الجنن شروتي يا سيدي من ساعة ما عرفت اني مترشح للمنصب ده وهي مش على بعضها بدأت ترتب لكل حاجه بتشتري بيت برا وعايزة تجوز الولاد عشان تخلص منهم نقص تجاهش شنطتها وتشتري ديكت الطيارة هي طول عمرها كده مرتبة جداً ومنظمة بيني وبينك ده اللي عجبني فيها رتبتلي حياتي وهي صاحبة الفضل في اللي أنا فيه ده كله بعد ربنا طبعاً عشان كده لما كلمتني في موضوع شادي أنا قلت لها أمنية أحسن اختيار دي بنتي برضه الله يا فضل يعني طبعاً شيء سعدني انت صديق عمر بس هنعمل ليه بقى في أمنية مالها أمنية بلهاش هي أصلها فضل الله سنتين وتتخرج ومش عايزة أي حاجة تشغلها يا ريل خضيتني أنا بحسب في حاجة طب ومال مش لازم يجاوزوا دلوقتي احنا نعمل قرية فتحة وبعدين نتجاوزوا بعد ما نتخلص الله طب ما هي هي يا فاضل لا مش هي هي ولا حاجة دي يدوب قرية فتحة يعني لا هنشغلها ولا هنعطلها وبعدين نجيب لها شبكة كده حلوة عشان نفرحها انت عارف البنات بيحبوا الحاجات دي ومش لازم يا سيدي نعمل فرح كبير كفاة نعمل حفلة صغيرة عندي هنا في القصر طب أقولك إيه ما نأجل الموضوع كله لحد ما تخلص انت بس خد رأيها تاني في اللي أنا قلته لك ده هي أصلها بقالها فترة كبيرة ما شافيتش شادي عشان كده محتاجة وقت عشان تعرفه أكتر أنا واثق ان الحل ده هيعجبها حاضر يا فاضل بس ما عليش يديني فترة كده لحد يعني ما لقي فرصة سوف أكلم معها تاني خلاص برحتك طيب أستاذنا الله فيه يا مراد إحنا الحقنا أعدنا مع بعض معلش حتتعود يلا سلام عليكم سلام يا مراد